على الم الان انتكلم دلوقتي على اول برامتر بالنسبة ل bat off time dispersion ايضاة هو حاجة بتقدر ان تتهمه لي بتاعي ال exceptional app بتاعه. يعني انا هنفاكرين كان اللي هو بتاعه اللي هو بتاعه كان بالمنزر دوت. وبعد كده لما احنا اخدنا اللي هو بتاعه اللي هو وبعد كده تلاقي دوت. فده اعتبر فعشان نقدر عشان نعرف نستخدمه كمعادلات. فاحنا عارفين عشان نقدر نستخدم اي فاحنا بيكون بمثلوا بحاجتين. المين بتاعه والفاريانس. فدوت اي مفروض ان احنا بنحتاجه عشان نمثله. بنحتاج نمثله المين والفاريانس بتاعه. فاحنا عندنا الحاجات ديات اللي هو والحاجات دي اسمها هنا اللي هي عبارة عن واللي هو والذات بيكون هو بتاعي وده برضو بيسموه اللي هو وعند اللي هو طيب اول حاجة عندي اللي هو وده اللي هو ان انا باخد بتاعي. او اللي هو بعمل للفاليو بتاع دي. عشان اقدر اجيبه المتوصل للفاليو بتاعت ازداد. نعم? فدوت كل اللي منعمله هو عادي بنكامل مسلا لو دعت حاجة وهو من On التي اللي نهية بعد كده لو قايت تjiang الفاليو بتاعته وبعد كده ادربها في الباور بهاي. وبعد كده كامل عادي. انا عندي دو هو ماسك هشوف هو كان عند انقي طايم باع كده نماسك كل طايم وقم ضربه في الباور بتاعه وكون طايم في الباور بتاعه وبعد كده كامل. وبعد كده هم اسموا ايه على تكامل الباور بتاعي اول لو احنا عاوزين برضو نبص عليها كالشاكل فأولا انا بشوف عندي كل ومضرر في الباور بتاعي لو مثلا على كده لو انا عندي باور ديلاي بروفايل مثلا كان بالمنزر دوت عند الطايم زيرو وبعد كده ضغطينا عند الطايم ماكرو ساكند واحد فدوت كان عند الزيرو دي بي ودوت برضو كان يعني واحد برضو في الاخر فعشان نجيبي بتاعي فانا بكون جاي بالواحد ومضربها في زيرو وبعد كده هم جاي بالواحد ضربها في الواحد بتاعي وبعد كده هم قسم ايه على بتاعي اللي هو يبقى واحد زائد واحد اللي هو ايه بتاع الباورز بتاعتي بعد لما عمل كده في الاخر ايه هتطلع لي ايه بتاعتي كانت بنص اللي هو نص ماكرو ساكن دوت اللي هو يعني اللي هو المين بتاعي ديلاي بتاعي وطبعا ده واضح هنا لو ديت نين دول زي بعض فاكيد المين بتاعي يكون ايه هنا في النص دوت اول حاجة تاني حاجة اللي هو او بيسمون اللي هو وده هو طبعا القانون بتاع نفسك كلا باخد بعد كده ام منطرحها من اللي هو المين بتاعي نحن فاكرين كنا عشان نجيب كانت بعد كده ايه في بتاعتي وده هو القانون بتاعي طبعا وبعد كده بيقوم ما هو ايه مقسمة هنا على اللي هو المين بتاعي وبعد كده ده بيكون كله ايه تحت الروت فدي كانت الطريقة الاوانية او الطريقة التانية وفي طريقة برضو اسرع منها لو كانت حاجة ان احنا ممكن نجيب اللي هو المين بتاعي وبعد كده نجيب اللي هو اللي هو بنعوض هنا بدل لما كانت عندي تاو بس اللي بنخليها تاوس وبعد كده انهم طرحين بقى بتاعي اللي هو دوت ماينس اللي هو ايه التاوي العادي. طبعا فاحنا لو جينا حسابنا ده هتلنفس المسال الفوق برضه هتطلع لي مايكرو ساكند طبعا كده هتطلع لي بتاعي. تمام? اخر حاجة اللي هو وده بيكون في اللي هو بتاعتي اللي هو بيحصل بعد كده بتاعتي بتفولز تحت اكس دي بي. فمسلا لو انا قلت اني مسلا اللي هو مسلا بتاعي يكون تحت ايه اللي هو مسلا هنا مينس اشرين دي بي. فبعد اشوف مسلا حصل ان الباور بتاعتي نزل بعدها فانا قدر اعرف منها اللي هو ايه. بتاعي اللي هو مسلا كان هنا فبعد كده اللي هو بعدها نزل تحت ايه لعشرين دي بي. تمام? ودوت هنا حاجة بتوضح لي دوت يعني جدول كده بيوضح لي يعني بالنسبة وعند بقى اللي هو ودوت مسلا المناطق اللي هما كانوا بيحسبوا عندها ودي كانت بتاعتها. يعني مسلا عند نيويورك مسلا كان بتاعها مية الف وتلتمية نانو ساكند مسلا عند تسعمية وعشرة دي بتاعت وكانت الحاجة بتاعتي فعشان كده الحاجات دي يضع رفهم منها اللي هو ايه رسم بتاعتي. ودي بيحتاجوا عشان يحددوا مسلا والله يعني مسلا رسموا معينة ورسموا لتشانل تانية. فيقولوا والله انت من استخدم لتشانل ديت وانا استخدم لتشانل تانية. فدي بتحدد لها عالي دي كويسة وعالي بتاعها لما بيحصل بيحصل في الطايم ولا. والآن هنبص عليها بقى في اللي هو البرامتر البعدي اللي هو اللي هو اللي هو علاقة جامدة جدا باللي هو البرامتر بتاعتي.